بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مخترحة في الرياضيات في الهندسة الفضائية لبكالوريا 2017 رقم 10 أنصح بي شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي حيث قال الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومترجلس OEGK قال نعتبر النقط A إحداثية 1-2-3 B-0-1-4 C-1-3-2 قال ودي 4-2-5 قال والشعاع الذي يسوينا 2E زائد A في G زائد B في K حيث A و B عددان حقيقية 1- قال بي أن النقط A و B و C تعين مستوي A B C بقى العين العددين الحقيقيين A و B بحيث يكون الشعاعا ناظميا للمستوي A B C ثم عين معادلة ديكارتية للمستوي A B C ثانيا قال ليكون المستقيم دالطة ذي التمثيل الوسيطي X يسوينا 2-2T و Y يسوينا 1-T و Z يسوينا 1-T قال أليف بيين أن النقطة D تنتمي إلى المستقيم دالطة و أن المستقيم دالطة عمودي على المستوي A B C بقى العين إحداثيات النقطة H المسقط العمودي للنقطة D على المستوي A B C جيم قال أحسب المسافة بين النقطة D و المستوي A B C دال قال بيين أن النقطة H هي مركز في قل المثلث A B C ثلاثة قال أدرس تقاطع المستقيم دالطة مع المستوي O و E و G يعني E و G هم شععي توجيه هذا المستوي إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على أول سؤال قال بيين أن النقطة A B C تعين مستويا اسمه A B C هذا السؤال يعني كثير التدول في البكالوية إذن نكتب هنا البرهان أن النقطة هذه الثلاثة اللي هي النقطة A عندنا B و C تعين مستويا هذا المستوي اسمه A B C لاحظوا جيدا إذا جئنا إلى ها هو مثلا مستوي ركزوا ها هو عندنا مستوي هذا إذا سميناه هكذا لاحظوا وانتبهوا معي إذن ها هو مستوي هذا المستوي قال أثبت أن النقطة هذه الثلاثة تعينه إذن إذا كانت عندنا نقطة A وعندنا نقطة هنا B وعندنا نقطة هنا اسمها C يجب حتى تكون هذه النقطة ثلاثة تعين ومستوي يجب أن يكون الشعاع A B هذا والشعاع A C غير مرتبط خطيا يعني النقطة ليست على استقامية إذا كانت النقطة ليست على استقامية فإنها تشكل مستوي فإنها تشكل مستوي حتى إذن نقول حتى تكون من النقطة التي اسمها A و B و C تعين مستويا يجب أن يكون ماذا A B شعاعيا لا يساوي K في A C مع هذا K هو أكيد عدد حقيقي حتى نفهم جيدا ركزوا الآن أرجوكم نقطة نقطة أبني حتى نتعلم ما علينا إلا حساب مركبة A B و A C و نبحث على أنهما غير مرتبطة خطيا إذن هذه الشعاعين إذن A B هكذا عندنا إحداثية النهاية ناقص البداية إذن هذا ناقص هذا اللي هو كم سفر ناقص واحد ثم عندنا هذا ناقص هذا اللي يصبح لنا ناقص واحد عفوا نقلت ناقص كذلك واحد و عندنا هذا ناقص هذا اللي هو كم واحد إذن هذا A B نأتي كذلك الآن إلى A C بنفس الخطة لاحظوا و انتبهوا معي إذن هكذا A C لاحظوا النهاية ناقص البداية إذن هذا ناقص هذا ناقص واحد ناقص واحد سبح لنا ناقص اثنان و عندنا هذا مع هذا ناقص ثلاثة مع ناقص اثنان سبح لنا ناقص كم ناقص خمسة ثم عندنا هذا مع هذا اللي هو اثنان ناقص ثلاثة هو ناقص واحد ها هي مركبات هذا نأتي إلى تلك النسبية لو نقسم هذا على هذا لاحظوا نقسم كم؟ ركزوا إذن قلت نقسم ناقص 2 على ناقص 1 كم تعطينا؟ أكيد تعطينا 2 لو نلاحظ إلى هل هذا هنا عندنا 2 لو نضع هذا الـ 2 هنا وهذا الـ 2 هنا ركزوا ناقص لاحظوا ناقص 1 في 2 ناقص 2 حقق ناقص 1 في 2 ناقص 2 وهنا كم تساوي؟ ناقص 5 إذن لا يوجد كوحيد إذن هذا معنى لا يساوي كذلك هذا على هذا اللي هو كم؟ ناقص 5 على ناقص 1 الذي يساوينا كم؟ يساوينا 5 إذن عندنا 2 لا يساوي أكيد 5 بما أن 2 لا يساوي 5 نقول ومنه لا يوجد كوحيد إذن بما أن لا يوجد كوحيد فإن A B لا يساوي K في A C يعني الأشعة غير مرتبطة خطيا نقول ومنه ماذا؟ النقط A وعندنا B و C ماذا تعين؟ تعين مستويا أكيد في الفاظ إذن لما يعطى لنا ثلاث نقطة ويقول برهن أنها تعين مستوي أو ليست على استقامية ما عننا إلا حساب مركبات شعاع ناتج عنهم عن النقط A B و A C ونبحث عن الارتباط الخطي ماذا نفعل؟ نقص مثلا هذا على هذا ونتفدى الصفر لأن إذا كان هنا عندنا صفر وهنا صفر هل يمكن أن نقول أن الصفر على صفر؟ وحالة دم تعين إذن عندنا هنا ناقص 2 على ناقص 1 تصبح لنا 2 لو نضع هنا 2 وهنا 2 ونبحث نقول ناقص 1 في 2 ناقص 2 نعم حقق ناقص 1 في 2 تصويرنا ناقص 2 وهنا ناقص 5 إذن ناقص 2 لا يصوير ناقص 5 إذن أكيد لا يوجد كا وحيد في هذا الحالة مما يوحي إلى أن الأشعة ليست مرتبطة خطيان أي أن النقطة ليست على استقامية فهي تعين مستويا فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر قال با عين العددين الحقيين A و B بحيث يكون الشعاء آن ناظميا للمستوي A و C حيث آن ها هو يا أبنائي آن يساوي إثنان في E زائد A في G زائد B في K إذن نكتب هنا أولا تعين من A و B عفوا بي من اسكيل هكذا بي صغير حيث يكون ماذا آن قلنا ناظمي للمستوي A و B سيركيزوا جيدا إذا جئنا إلى المستوي هذا ها هو سوف أريكم لأن الهندسة الفضائية إذا أردتم أن تفهموها جيدا عليكم باستعانة بهذه الرسومات البسيطة هي التي تسهل عليكم الأمر إذا جئنا إلى هذا المستوي الذي سمي A B C نسبة إلى النقاط المكونة له إذن إذا عطيت لنا قلنا نقطة A هنا ونقطة مثلا B هنا ونقطة C هنا وقلنا عندنا الشعاع هذا A B ها هو لاحظوا وعندنا الشعاع A C ها هو قال آن يكون ناظمي بمعنى آن ناظمي آه هو أقوم برسم لاحظوا إذا سميت هذا سميناه آن تابعوا جيدا حتى تفهموا حتى يكون هذا ناظمي على هذا المستوي يجب أن يكون ناظمي على هذا وناظمي على هذا يعني ناظمي على إذن آب يعامد آن وآسي يعامد آن كلاهما و إذن شعاع يكون عمودي على مستوي على الأقل أن يكون عمودي على شعاعين منهما مبرهنة في السنة الأولى ثانوية إذن نقول حتى يكون ماذا آن هذا الشعاع أن ناظمي لمن للمستوي الذي اسمه آ بي سي يجب أن ماذا أن يكون أن يعامد آ بي وكذلك أن يعامد آ سي هذا ماذا يعني يعني أنه آن سلامي آ بي يجب أن يكون يساوي السفر وماذا وآن سلني آ سي كذلك يساوي السفر تعالوا الآن ننطلق أبنائي منها نأتي إلى إيجاد ماذا الآ والبي ركزوا جيدا إذن فتصبح لنا هكذا إذن تصبح لنا لاحظوا آن إذن تصبح لنا هكذا ها هما آن هذا مركباته ما هما هما الاثنان والآ وماذا والبي فتصبح لنا هنا إثنان وآ وبي هكذا سلمي من سلمي الآ بي وهي إحداثية مركباته ناقص واحد وناقص واحد وناقص واحد واحد أعتذر و قلنا واحد هذا يساوي صفر و الشرط الثاني و عندنا إثنان وماذا وآ وبي كذلك هذا سلمي ماذا سلمي آس لهو ناقص إثنان وناقص خمسة وناقص واحد هكذا يساوي الصفر من هذا وهذا هذا ماذا يعني أنه هذا في هذا اللي هو ناقص إثنان وهذا في هذا ناقص آ وهذا في هذا الزائد بي يساوي الصفر ثم هذا في هذا يعطينا ناقص أربعة ثم هذا في هذا ناقص خمسة آ ثم هذا في هذا ناقص بي يساوي الصفر لم أفعل شيء الآن المطلوب منا هو إيجاد الآ والبي الآن في إيجاد الآ والبي علينا أن نكون عندنا تقنيات الحسابية ما رأيكم أن أنقل هذا وهذا إلى هذا الطرف لما أنقل يصبح لنا بي ماذا يساوي يساوي آ زائد اثنان ثم هذا ما رأيكم لو نعوضه في هذا المكان لاحظتم لا لا أعوضه هنا بل أعوضه في هذا المكان يعني أعوض به إذا كانت معادلة واحد وهذه معادلة اثنان فماذا تصبح لنا ناقص أربعة ناقص خمسة آ ناقص هذا هذه نعوضه هنا فتضربوا في ماذا تضربوا في هذا الناقص كم تصبح تصبح لنا ناقص آ ثم ناقص اثنان يساوي السبرب سبحان ناقص ستة ا وهذا وهذا كم؟ ناقص ستة يساوي السفرة ننقل هذا الى هنا سبحان ناقص ستة ا يساوي ستة ومنه ا عن ستة هذا الناقص وهذا ويتي الى الذي سبحان ناقص ستة اسب حان ا كم يساوي recipient اثر ا общем اذا مباشرة ا يصبح يساوي ناقص واحد الآن بعدما وجدنا الآن نعوضه هنا يعوضه هنا الآن لما تعوضه هناك ماذا يصبح يصبح لنا بي يسوي كم يسوينا ناقص واحد زائد اثنان مما يأتي إلى أنه بي كم يصبح يصبح لنا واحد إذن هذا الشعاع النظمي ما هي الآن مركباته يا أبنى يصبح لنا مركباته لاحظوا جيدا إذن هكذا إذن يصبح لنا آن مركباته هي أو نكتبها هكذا هي ماذا هي التي أعطيت لنا التي هي الإثنان وعندنا الآ وجدناه كم ناقص واحد والبي كم وجدناه وجدناه واحد ولو أتينا بهذه القيم ووضعناها هنا وحسبنا الجداء السلامي أكيد سوف نجد سفر للتحقق يعني أضع هنا الآ وضعوا البي وحسبوا هذا الجداء السلامي أكيد سوف تجدونك سفر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن ثم عين معادلة ديكارتية لهذا المستوي إذن نكتب هنا معادلة المستوي الذي اسمه قلنا A B C أولا من هو شعال ناظمي إذن أنا ناظمي لمن؟ للمستوي الذي اسمه A B C يعني ماذا يعني يا أبنائي؟ يعني أن هذا يضرب في الـ X وهذا في الـ Y وهذا في الـ Z لا أركزوا معي إذا كان عندنا معادلة ديكارتية لأي مستوي تكتب A X زائد B Y زائد C في Z زائد D تساوي السفر هذا يضع هنا وهذا يضع هنا وهذا يضع هنا يبقى لنا هذا الـ D سوف نظهره لاحظوا ما هي سبحانا كانت سبحانا 2 X ثم ناقص Y ثم زائد Z زائد D يساوي السفر الـ D الآن يبقى لنا هذا هذا الـ D كيف نخرجه الـ D نقول A تنتمي إلى المستوي A B C بما أن تنتمي هذه الـ A إلى A B C إلى المستوي هذا فإن إحداثيها لما توضع هنا وهنا تحقق المعادلة ما معنى؟ نصبح هنا 2 F ها نعوذ هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا ويبقى لنا الـ D الذي باللون الأحمر سوف نستخرجه ومن ثم نتحصل على معادلة هذا المستوي إذن 2 في 1 ثم ناقص ماذا؟ ناقص 2 الزاد هو 3 زائد 3 زائد D يساوي السفر سبحانا هذا يذهب مع هذا وهذا ينقل إلى هنا سبحانا D كم يساوي؟ يساوي ناقص 3 هذه الناقص 3 أبنائي سوف نضعها هنا فتصبح لنا معادلة معادلة المستوي A B C هي ماذا؟ هي ركز هي 2 X ثم ناقص Y زائد زاد ناقص 3 لأن D وجدنا 3 يساوي الصفر هذه هي معادلة هذا المستوي الذي اسمه A B C فقط أبنائي بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى ثانيا قال ليكن المستقيم دالتا ذي التمثيل الواسيطي هو هذا قال بيّن أن النقطة تنتمي إلى المستقيم دالتا إذن نكتب هنا البرهان أن من أن هذه النقطة تنتمي إلى دالتا نقول هكذا حتى حتى ماذا حتى دي تنتمي إلى دالتا ماذا علينا نجد أو نعوذ هكذا نقول نعوذ نعوذ إحداثياتها في التمثيل الوسيطي ركزوا جيدا فنجد تي وحيد ركزوا على هذه الكلمة تي وحيد كيف ذلك أبنائي معناه نأتي بالتمثيل الوسيطي ها هو ونعوذ إحداثيها هذه إكس تعوذ هنا وهذه إغلاق تعوذ هنا وهذه الز تعوذ هنا فنحل المعادلات الثلاثة بمن إذن معناه نعوذ هنا بماذا بأربعة ونعوذ هنا بنقص اثنان ونعوذ هنا بخمسة علينا أبنائي أن نجد نفس التي هذا إذن نأتي إلى هذا إلى هنا سبحنا ناقص اثنان تي ماذا يساوي يساوينا نا يساوينا إثنان لأن هذه لما ننقلها صبحنا أربعة ناقص وهذه إثنان ومنه تي ماذا يصبح في هذه الحالة صبحنا إثنان على ناقص إثنان إنها ناقص واحد وهو التي الأول ثم عندنا كذلك ننقل هذا إلى هنا نصبح لنا T يساوينا كم ناقص 2 زائد 1 لهو كم لهو ها هو نضعه هنا أمامكم إذن يصبح لنا هنا كذلك T يساوي ناقص 1 ها هو الجزء الثاني ثم عندنا هذا ننقله إلى هنا نصبح لنا T يساوينا كم يساوينا لاحظوا وانتبه إذن هذا ننقله إلى هنا ماذا يصبحه؟ ناقص T يساوينا كم لماذا أبنائي إحذروا هذا نقول إلى الต�� خمسة ناقس واحد معنى ناقس تي يساوي ناقص واحد ومن هو تي اما يساوي يساوي unاقس واحد هل وجد النفس تي نقول ومن هو هور TH وحيد إذن بما أن تي وحيد انظروا ها هو تي وحيد ناقص واحد ناقص واحد فهنا نقول فإن مباشرة فإن D تنتمي إلى ضلطة إذا القاعدة التي عليكم أن تحفظوها تنتمي نقطة إلى مستقيم في الفضاء إذا إحداثيها عوضناها هنا فوجدنا T1 نفس T وتقول نقطة لا تنتمي إلى مستقيم إذا وجدنا مثلا هنا T ناقص واحد وهنا مثلا نجده ناقص واحد وهنا نجده أربعة فالT ليس واحد فإن مما يدل على النقطة أنها لا تنتمي إذا تنتمي نقطة إلى مستقيم ليس مثل مستوي المستوي نعوذ إحداثيها فنجد سكر أما في المستقيم لا المستقيم نعوذ إحداثيها فنجد نفس T فقط أبناء نفس قيمة T وليس بالضرور دائما تجده ناقص واحد المهم تجده نفس T وانتهى الأمر فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال الآخر قال وأن المستقيم دالتا عمودي على المستوي ABC إذا نكتب هنا البرهان أن دالتا يعامد ماذا؟ المستوي ABC لاحظوا هنا دائما قلت استعينوا بالأشكال إذا جئنا إلى ها هو المستوي ABC ها هو تلك لاحظوا هذا هو ركزوا أرجوكم نقطة نقطة حتى تفهموا هذا المستوي ماذا يملك؟ يملك شعاع ناظمي اسمه ماذا؟ اسمه قنا أن هذا هو الشرط الأول وعندنا قال برهان أن مستقيم ها هو مستقيم أنه يعامد مستوي إذا جئنا إلى هذا مستقيم ها هو من هنا ومن هنا ها كذا يريد أن نثبت أنه يعني لشكل زاوية قائمة هذا هو المستقيم الذي اسمه دالتا لكن نحن نعلم أبنائي أن المستقيم له ماذا؟ له شعاع كيف هو؟ شعاع توجيه ها هو شعاع توجيه هذا المستقيم إذا سميناه يا أبنائي أو دالتا الآن ركزوا إلى وضعية الأشعة نعم المستوي هذا الأسود مع هذا الخط الأزرق أكيد متعامدان في الشكل إذن على ماذا نركز؟ نركز على أشعة تيمة انظروا إلى هذا الشعاع مع هذا كيف ترى الوضعية؟ هل هم متعامدان؟ أم متوازيان؟ إنهم متوازيان إذن نقول حتى دالتا دالتا يعامد آ بي سي ماذا يجب؟ يجب أن يكون ماذا؟ آن كيف هو؟ يوازي دالتا يوازي شعاع توجيه يوازيه ليس يعامده إذن إحذروا يكون مستوي يعامد مستقيم إذا كان الأشعة متوازية ويكون مستقيم موازي لمستوي إذا كانت الأشعة متعامدة تعكس الكلام إذن أظن أن الفكرة قد وصلت إذن تعالوا الآن نأتي الآن إلى مركبات شعاع آن وهي إثنان وناقص واحد وواحد وانظروا إلى الشعاع الآخر وهو الشعاع التوجيه وهو لهذا وهو القيم المضربة هنا في الت دائما شعاع التوجيه هو القيم المضربة في الت وهو ناقص إثنان والواحد وماذا؟ وناقص واحد انظروا لو نقوم بقسمة هذا على هذا كم؟ يعطي لنا ناقص واحد ضعوا هنا ناقص واحد وضعوا هنا ناقص واحد ركزوا إذا ناقص إثنان على إثنان تساوينا كم؟ أليس تساوينا هذا على هذا؟ كم؟ إنها ناقص واحد على واحد وتساوينا هذا على هذا لهو كذلك ناقص واحد على واحد وتساوينا ناقص واحد لماذا أبنائي ضعوا قولوا هكذا ناقص اثنان في ناقص واحد واحد في ناقص واحد ناقص واحد في ناقص واحد هل هذا وحيد نعم نقول ومنه كا وحيد أي أن يساوي ناقص ناقص اي دالط يعني الكا في هذا التمرين هو ناقص واحد ها هو الكا وناقص واحد نقول ومنه ماذا ومنه أن يوازئ دالط بما أن يوازئ أي ماذا أي أن دالط هذا يعامد ا ب س اذا ارجو قد فهمتم الفكرة يتعامد مستقيم مع مستوي إذا توازأ شعاتهما و شرط آخر إذا كان عندنا مستوي ها هو وها هو مستقيم هذا له الشعاع الناظمي آن وهذا له شعاع توجيه اي يتوازى مستقيم مع مستوي إذا الأشعة ماذا بينهم إذا الأشعة تعامدت يعني شكلت بينهما الزاوية قائمة إذن تذكروا يتوازى مستقيم مع مستوي إذا كانت الأشعة متعامدة و يتعامد مستقيم ومستوي إذا كانت الأشعة متوازية يعني الكلام كله يعكس فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وأثبتنا أن هذا المستقيم عمودي على المستوي أكيد فإنه متقاطعا في نقطة إذن لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم قال الآن عين إحداثيات النقطة A المسقط العمودي للنقطة D على المستوي A B C لاحظوا إذن نكتب هنا تعيين إحداثيات من عاش المسقط من العمودي لمن لدي على المستوي A B C سوف نستعين هنا دائما بشكل بسيط حتى تفهموا إذن ها هو المستوي الذي سميناه المستوي A B C هذا وعندنا قلنا أنه دالتا هذا عمودي على المستوي A B C هكذا يعني يشكل بينهما زاوية قائمة هذا هو دالتا وأثبتنا أن النقطة D تنتمي إلى دالتا مسقطها العمودي يعني لما تسقط عموديا على هذا المستوي هكذا تسقط هنا تأتي نقطة اسمها ماذا؟ هنا تأتي نقطة اسمها آش الآن كيف ذلك؟ نقول لاحظوا وانتبهوا نقول أنه A B C تقاطع دالتا يعني هذا المستقيم مع هذا المستوي لما يتقطعني في نقطة اسمها آش إذن تساوينا النقطة آش حتى نفهم جيدا هذه النقطة آش هي المسقط العمودي للنقطة ماذا؟ للنقطة D إذن آش هي ماذا؟ هي المسقط العمودي لمن؟ لدي على A B C وكذلك هي نقطة ماذا؟ نقطة تقاطع دالتا والمستوي A B C الآن إذا جئنا إلى هذه النقطة وسمينا إحداثيها X 0 و Y 0 و Z 0 فإن هذه النقطة أولا النقطة هذه آش إذا كانت تنتمي إلى المستوي أولا A B C هذا ماذا يعني؟ يعني يا أبنائي أن ماذا تقول القاعدة؟ فإنها تحقق معادلته إذا جئنا إلى هذا المعادلة لاحظوا معي فإن إحداثيها تحقق كيف ذلك؟ معناها هنا تصبح لنا إثنان X 0 ناقص Y 0 زائد Z 0 ناقص ثلاثة تحقق المعادلة والشرط الثاني كذلك إذا كانت هذه آش تنتمي إلى ماذا؟ إلى دالتا فإنها تحقق ماذا؟ تحقق تمثيله الوسيطي هذه قاعدة هكذا فإن هنا نعوذ بX 0 وهنا Y 0 وهنا Z 0 هكذا دائما نجد نقطة تقاطع مستوي ومستقيم بهذه القاعدة ما رأيكم أبنائي لو نأتي بهذه نضعها هنا وهذه نضعها هنا وهذه نضعها هنا ونخل معادلة ذات المجهول T ركزوا الآن نأتي إذن 2 ناقص 2T نضرب وهنا في 2 ماذا تصبح؟ تصبح لنا هكذا تصبح لنا أربعة ناقص أربعة عفوا ناقص أربعة T ثم هذه نعوذها هنا معناها لما نعوذها معناها نضربها في ناقص إذن تصبح لنا هنا زائد واحد ناقص T لم أفعل شيء زائد واحد ناقص T ثم هذه نعوذها هنا يعني زائد أربعة ناقص T هكذا ناقص ثلاثة يساوي السفر ركزوا أرجوكم نقطة نقطة ولا نتعجل إذن فعندنا هذا مع هذا مع هذا كم يعطينا ناقص 6T ثم عندنا ماذا؟ هذا مع هذا 7 5 ركزوا جيدا إذن قلت 5 ناقص 3 كم تعطينا ناقص؟ ركزوا أرجوكم إذن ماذا يصبح لنا؟ لاحظوا جيدا إذن عندنا أربعة وأربعة عندنا لاحظوا والواحد صبح لنا تسعة ناقص ثلاثة صبح لنا كأكيد صبح لنا زائد ستة يساوي السفر نؤل هذا إلى هنا صبح هنا ناقص ستة يساوي أن ناقص ستة يساوي أن ناقص ستة ومن هو تي يساوي أن ناقص ستة على ناقص ستة إنه واحد بعدما وجدنا هذا الأمر علينا أن نأتي به ونعوضه في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان يعني في مكان T فماذا نجد؟ نجد X0 يساوي 2 ناقص 2 في 1 ويساوي أنه 2 ناقص 2 أنه 0 ثم Y0 كذلك يسبح لنا ناقص 1 والT كم 1 يسبح لنا 0 ثم Z0 يسبح لنا كم 4 ناقص 1 كم يسبح لنا؟ يسبح لنا 3 إذن إحداثيات النقطة H إنها 0 و 0 و 3 فقط أبني حتى نفهم فكرة جيدة إذن هذه هي إحداثية نقطة تقاطع هذا المستقيم مع هذا المستقيم التي هي المسقط العمودي للنقطة ماذا؟ للنقطة H إذن نكتب هنا إذن إحداثيات H المسقط عفوا قلنا المسقط العمودي لمن؟ ليدالطة لدي على أبي سي هي كم إحداثيات هي الصفر وصفر وماذا؟ والثلاثة فقط أبني بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال آخر قال أحسب المسافة بين النقطة D والمستوي A B C إذن نكتب هنا حساب ماذا؟ D ما بين النقطة D والمستوي A B C هنا يمكن أن نقوم بحسابها بطريقة سوف نحسبها بالقانون العام المعروف أن المسافة أو بعد نقطة D عن مستوي A B C معروف بقاعدة هذه قاعدة القيمة المطلقة وهنا الجذر إذن فتلقوا القاعدة هذا في هذا إذن لاحظوا وانتبهوا معي إذن تصبح لنا 2 في 4 إنها 8 ثم هذا في هذا ناقص 1 في ناقص 2 تصبح لنا 2 ثم هذا في هذا الواحد في الخمسة تصبح لنا 5 عفوا زائد زائد 5 وعندنا نوضف دائما هذه الزيادة اللي هي ناقص 3 على طاولة شعر نظيمي إذن هذه 4 زائد هذا كم واحد وهذا كم هنا واحد هكذا ابنائي تصبح تساوي لاحظوا وانتبهوا معي إذن هذا مع هذا 7 7 والثمانية كم إنها 15 15 ناقص 3 إنها 12 على ماذا؟ على جذر 6 إذن هذا هو هذه القيمة يمكن الآن أن نقوم بتنطيقها فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا D ما بين D والمستوي A B C هذه تصبح لنا كم بعدما ننطق يعني تصبح لنا نضرب هنا في جذر 6 وهنا نضرب في جذر 6 فماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا 12 في جذر 6 على ماذا؟ على 6 نختزل من هنا 6 ومن هنا 6 فتصبح لنا D لمن؟ لنقطة D والمستوي A B C هذه كم تساوي؟ تساوي لنا 2 جذر ماذا؟ جذر 6 هذا هقد حسبنا ذلك يمكن أن نقوم كذلك أن المسافة أو البعد ما بين النقطة D والمستوي A B C هي نفسها أبنائي هي البعد نفسه هو D H لماذا؟ ها هو الشكل ليس هذه D H هو ماذا هو البعد ما بين المستوي والنقطة والنقطة D نعم إذن تصبح لنا هكذا نحن عندنا إحداثيات D ها هي وإحداثيات ال H قد حسبناها اللي هي 0 0 ثلاثة إذن فتصبح لنا هكذا هذه الطريقة ثانية تصبح لنا دي H هذا نقص هذا كم؟ نقص أربعة مربع إنها 16 زائد هذا نقص هذا اللي هو سفر نقص نقص ثانية تصبح لنا إثنان بعد تربية تصبح为نا أربعة ثم هذا نقص هذا كم؟ إنها ثلاثة! نقص خمسة! نقص ثانية ثانية مربع إنها كم؟ إنها أربعة! تصبح لنا كم؟ تصبح لنا أربعة وعشرون أربعة وعشرون تحت الجذر لكن هذه ال patx 24 träi اربعة في ستة تحت الجذر. الاربعة تخرج بالجذر تصبح لنا اثنان جذر ستة. اذا انظروا الى هذه القيمة وهذه القيمة. اذا كلاهما اذا هذه يمكن ان نكتب هنا طريقة واحد وهذه طريقة ماذا طريقة اثنان. لكن طريقة اثنان الا اذا كان هذا اش هو المسقط العمودي لدي. فقط يعني مسقط عمودي اذا كان ليس مسقط عمودي معناه كان عندنا مثلا شكل هكذا عندنا النقطة اش هنا والنقطة د هنا ومسقطها هنا ونحسب هذا البعد فلا يمكن يا ابنائي انها الاجابة خطيرة. اذا يكون هذا الا اذا كانت اش هي المسقط العمودي لدي فقط على هذا المستوي. بعدما انهينا مع هذا السؤال نأتي الان ابنائي لسؤال اخر قال بيّن ان النقطة اش هي مركز ثقل المثلث ا بي سي. اذا نكتب هنا عنوان البرهان ان اش مركز ثقل المثلث من هو المثلث لهو ا بي سي. اذا لاحظوا ماذا تقول قاعدة تقول اذا تكون من اش مركز ثقل المثلث من هو المثلث ا بي سي اذا اذا كان اذا كانت اذا كانت اذا كانت هي مرجح لاحظوا جيدا الجملة المثقلة من هي ا معاملها واحد وبي معاملها واحد وسي معاملها واحد هذا هو المعروف عن لما نسمع كلمة مركز ثقل اذا قلنا مركز ثقل مربع ا بي سي دي بنقول ا واحد بي واحد سي واحد ودي واحد. اذا دائما لما تسمعوا كلمة مركز ثقل فاعلموا انه هو مرجح ذو المعاملات واحد 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 اي ماذا اي ان اش ا شعيا زائد اش بي شعيا هكذا زائد اش سي شعيا يساوي الشعاء المعدومة. اذا نأتي الان الى حساب اش ا ا اش ا لاحظوا جيدا سوف نقوم بحسابها النهاية نقص البداية اذا هذا ناقص هذا كم تصبح لنا واحد وهذا ناقص هذا انه الاثنان وهذا ناقص هذا انه كم انه السفر هذا الجزء الاول زائد اش بي نأتي الان إلى حساب اش بي هذا ناقص هذا السفر وهذا ناقص هذا انه الواحد وهذا ناقص هذا إنه كم إنه ناقص إنه الواحد إذن ها هو الواحد زائد ماذا زائد عشر سي عشر كذلك عندنا هذا ناقص ناقص واحد ناقص صفر إنها ناقص واحد وناقص ثلاثة ناقص صفر إنها ناقص ثلاثة وعندنا اثنان ناقص كم ناقص ثلاثة إنها ناقص واحد يساوي هل يساوي لنا الكل يساوي لنا الشعاع المعدوم هذا اللي هو هنا الشوعاء المعدوم مضروف في مركباته أكيد ما هي المركبات التي عندنا للشوعاء المعدوم هي الصفر والصفر والصفر لاحظوا جيدا مركباتي هذا الشوعاء المعدوم الآن نلاحظ جيدا هل هذا السطر يعطينا هذا نعم انظروا أنه واحد هذا السطر هل محقق إنه واحد زائد صفر ناقص واحد نعم يساوي صفر محقق إذن هنا محقق وعندنا هذا هل يساوي صفر نعم إنها اثنان زائد واحد ناقص ثلاثة نعم تساوي صفر وعندنا هذا هل هو محقق نعم إنها صفر زائد واحد ناقص واحد يساوي الصفر إذن كلهم محققنا نقول ومنه آش هو مركز ثقل المثلث من هو المثلث؟ لهو آ بي سي فقط أبنائي أو يعدنا طريقة آخرى أن نحسب إحداثيات النقطة آش هذه بقاعدة ماذا؟ بقاعدة المرجح فنجدها نفسها هذه طريقة ثانية يعني يمكن أن نحسب نقوم بحساب إكس آش فنجدها بهذا إذن تقول قاعدة ماذا؟ هذا معامله واحد 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 يعني هذا في هذا إنه واحد وهذا في هذا صفر وهذا في هذا ناقص واحد على مجموعة معاملات يذهب هذا مع هذا تصبح لنا صفر ها هو قد ظهر ثم نفس الشيء إجراغ والزاد إذن فنجدها نفس الإحداثيات هذه نقول آش هي كذلك هي مركز ثقل لأنها هي مرجح هذه الجملة بعدما أجبنا على هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال ثالثا أدرس تقاطع المستقيم دالتا مع المستوي أو إي جي لاحظوا جيدا إذن نكتب هنا ماذا؟ نكتب دراسة ماذا تقاطع من؟ دالتا مع المستوي الذي هو أو وإي وجي هذا الشعاعي التوجيه له لاحظوا أولا أبنائي إذا جئنا أن نحن إلى المعلم ها هو انظروا ها هو المعلم عندنا هكذا وهكذا وهكذا عندنا المعروف أن المبدأ هنا مبدأ المعلم عندنا هذا وعندنا هذا وعندنا هذا هنا عندنا الـ X وهنا الـ Y وهنا الـ Z هذا يمثل الـ E وهذا يمثل الـ G وهذا يمثل الـ K الآن هذا المستوي الذي يحدد بشعاعي التوجيه هذه ما هو؟ أكيد هو هذا المستوي وهذا الذي يظهر لكم هنا لماذا أبنائي لأنه أو وإي وجي أكيد يكون هو هذا المستوي إذن هذا المستوي في الأصل ما هو؟ إذن هذا O وإي وجي هو نفسه ماذا؟ هو نفسه يساوي المستوي X و Y ها هو X و Y وهذا معادلته ما هي؟ معادلته هي أركزوا جيدا هي هي Z يساوي السفر أركزوا أرجوكم الآن هنا عندنا O و E لمن؟ لـ X وهذا لـ Y من هو الذي غاب؟ غاب لنا الزاد إذن نقول معادلة هذا المستوي O E و G هو Z يساوي السفر إذا أعطيت لنا مثلا O و G و K من هو الذي لم يذكر؟ الذي لم يذكر هو X إذن هذا معادلة X يساوي السفر دائما الذي لا يذكر هي تلك معادلة حتى تفهموا جيدا الآن لمعرفة قلنا وضعية مستوي و مستقيم عندنا ها هو مستوي انظروا ها هو المستوي الذي أعطيه لنا ذو إذن إذا قلنا هذا وهذا هم شعاعي التوجيه له إذن O و E و G عفوا قلنا و G هكذا قال وضعيته إذن هذا ماذا عنده؟ عنده شعاعي التوجيه ها هو كما عنده هذا عنده شعاع ناظمي يقول أحدكم يا أستاذ أين هو شعاع ناظمي؟ شعاع ناظمي نحن نعلم أن كل مستوي يكتب A X زائد B Y زائد C Z زائد D يساوي السفر الآن مركبات شعاع ناظمي نحن نعلم هي أعداد المضروبة في الـ X وفي الـ Y وفي الزائد هنا الـ X هل يوجد في هذه المعدلة؟ لا يوجد إذن نقول إذا سمينا هذا آن فتحة لهو الشعاع الناظمي ركزوا وسوف نعطي لهم من يصبح هذا الزائد الزائد C لا يوجد الـ Y لا يوجد والـ Z في ماذا مضروب؟ مضروب في الواحد من هو هذا الشعاع الذي مركباته؟ إنه هذا الشعاع ونحن قلنا في ثلاثية الأبعاد هكذا قلنا هذا هو الـ E وهذا هو الج وهذا قلنا ماذا هو؟ إنه الك إذن هذا هو نفسه هذا هو نفسه ك ذو المركبات سفر سفر واحد إذن سفر سفر واحد هو شعاع الناظمي لمن لشعاع محور الرواقل هذا الرواقل هو التعليق الزائد إذن ها هو الآن نأتي إما نقول إما أن يكون متوازيان يعني هذا المستقيم ضالط ذو الشعاع التوجيه أول شيء وضعية مستوي ومستقيم هو أما متوازيان أو متقاطعا أو محتوى فيه إذن ننطلق إذا جئنا ها هو الشعاع الناظمي لهذا ها هو الشعاع الناظمي ركزوا ها هو الشعاع الناظمي والآخر ها هو شعاع التوجيهي انظروا إلى هنا على ماذا نبحث نبحث على الجداء السلامي لمعرفة إذن نقول هكذا كا سلامي ماذا إي دالت يساوي الكا ما هو هو صفر صفر واحد سلامي ماذا سلامي يا أبناء إي دالت ها هو إي دالت ها هو أمامكم لهو ناقص اثنان وواحد وناقص واحد يساوي هذا في هذا صفر وهذا في هذا زائد صفر وهذا في هذا ناقص واحد لا يساوي الصفر إذن بما أن لا يساوي الصفر فإن ماذا لو وجدناهم يساويان الصفر معنا هذا الجداء السلامي إما هذا المستقيم يكون هذا المستقيم يكون موازي أو كما يمكن أن يكون محتوات محتوات في المستوي هذا المستوي ذو معدلة الآن فإن ماذا؟ فإن بما أن الجداء السلمي لا يستوي الصفر فإن دالت يتقاطع مع المستوي هذا الذي هو O و E و G في ماذا؟ في نقطة الآن بما أنه متقاطعان في نقطة ما علينا إلا إيجاد إهداثيات تلك النقطة معناه كيف هو هذا المستقيم؟ هذا المستقيم يأتيكم هكذا يأتي هكذا ويتقاطعان في نقطة هنا حتى نفهم جيد لأنهما غير متوازيان فنأتي الآن إلى إيجاد هذه النقطة الآن أي نقول مثلا نقول هكذا O و E و G هذا المستوي تقاطع دالت يساوينا النقطة مثلا E النقطة التي إحداد أن نسميها النقطة من النقطة E إذن أولا عندنا E زاد معادلته المستوي معادلته زاد يساوي إذن إذا سمينا هذه النقطة E دقيقوا نقطة أبناء حتى تعلموا هذه النقطة أعفوا قلنا النقطة التي اسمها E إذا أحدثيها X0 و Y0 و Z0 فإن إذا كانت أولا E مثل ما فعلنا مع الاش E تنتمي إلى ماذا إلى هذا المستوي O E و G هذا ماذا يعني نحن عندنا هكذا نصبح لنا هكذا E زاد أعفوا زاد سفر يساوينا كم؟ يساوينا السفر و عندنا التمثيل الوسيطي ها هو أمامكم دقيقوا أرجوكم يعني نبحث الآن عن النقطة التقاطع مستوي و مستقي فقط إذن و عندنا كذلك E تنتمي إلى دالت ماذا يعني؟ يعني هنا X0 Y0 و Z0 لكن عندنا هنا زاد سفر كم يساوي؟ انظر زاد سفر يساوي سفر إذن زاد سفر يساوي سفر مباشرة هذا نأتي به و نضعه هنا لما نضعه نصبح لنا سفر يساوينا أربعة ناقص T ننقل هذا إلى هنا نصبح لنا T كم يساوي؟ يساوي لنا أربعة نأتي بهذه و نعوضها الآن هنا و نعوضها هنا فماذا ينتج؟ ينتج لنا X0 يساوي لنا 2 ناقص 2 في 4 2 في 4 إذن ناقص 8 يساوي لنا كم ناقص 6 ثم عندنا هذا كذلك نعوض هنا بماذا؟ بأربعة تصبح لنا ناقص 1 زائد أربعة إنها الثلاثة إذن Y0 يساوي لنا كم ثلاثة إذن عندنا E إحداثية ما هي؟ E إحداثية الناقص 6 والثلاثة والزائد إنها صفر إذن نقول دالتا تقاطع المستوي O E وجيه هذا المستوي إنها النقطة من؟ إنها النقطة E ذات إحداثية ناقص 6 والثلاثة والصفر فقط أبنائي حتى نفهم جيدا إنها هي تلك النقطة E وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على أروح أمي الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ مرطي ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ورضاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا